نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية حواراً إقليمياً حول المرأة وركز الحوار الذي جمع الخبراء وبنات السلام من الدول العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية على أبرز التطورات والتحديات والقضايا المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في إطار جائحة كورونا وأكد المتحدثون على أن هناك حاجة ماسة لوجود خطط تستجيب للأزمات بمختلف أنواعها فضلاً عن إدماج المرأة في الخطط الوطنية والمحلية لأهمية دورها المفصلي في عمليات الاستجابة والتصدي للأزمات وقد انضم لهذا الحوار أكثر من مئة مشارك ومشاركة حيث ركزوا بالإجماع على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام لمثل هذه البرامج